هنروح للكرة الطائرة رجال عايز اقول لكم لو تفتكروا كان بمداية البرنامج ده من سنة كنا قلنا لحضراتكم انه النادي الاهلي بيدور دايما في محترفينه انهم يكونوا من ليفل وان ومش محترفينه بس ومدربينه ومديرينه الفنيين وكل من يتعاقد معه انه يبقى من التراز الاول شفنا تعاقد الفريق الاول طبعا للكرة الطائرة مع الامريكي جارت لتدعيم الفريق الاول جارت لعب منتخب امريكا وبيلعب دلوقتي الاولمبياد فهو لعب صفقة من العيار التالي ممكن من احسن اللعيبة اللجوم مصر على مدار التاريخ في كرة الطائرة وارقامه عالية جدا وفي حلقة هنفرق جزء عشان اجيب لكم ارقامه لان ارقامه تاخد وقت منه كبير واحصائياته وطبعا هو بيلعب مع منتخب بلده دلوقتي وعايز اقول لكم انه انه عمره يعني بتاعت التلاتينات واحد تلاتين تلاتين سنة طبعا معهم في امريكا المركز التالت في بطول كأس العالم من سنتين في اليابان بلعب اولمبياد بلعب الدور العالمي وحق نتاك كبيرة جدا جدا لعب منتراز جيد وهو ده النادي النادي الاهلي بيجيب محترف يعمل فرق لو محترف مش يعمل فرق لا يبقى شكرا اشتركوا في القناة